أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة الوفاء بها بمفردها جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمسك مش التحالف بس مش اللي جوا التحالف بس لأ أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجيه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين وده دور إحنا محتاجينه إحنا محتاجين هذا الدور النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم به بنفس الكفاءة وأنا بتكلم ممتها الصراحة دكتور نصف بالعكس وإحنا بنعترف بكده ومحتاجينه نحن نتكلم فاكتر من خمسين ألف جمعية موجودة في مصر لكن أنا بتكلم تحديداً النهاردة على كيانات التحالف وأقول مزيد من الكيانات الأخرى تنضم لأن الدور المجمع المحشود أو المعبق واللي متنسأ ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقة اللي اتعرضت سوى على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الصحي أو على المستويات الأخرى بتاعت الاجتماعية اللي بتتم لا طبعاً الجهد المتنسأ ده أو اللي التحالف بيقوم به واضح جداً جداً خلال السنة دي ترجمة نانسي قنقر